فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض آئمة المساجد يوكل من يصلي عنه من الذين لا يحسنون الفاتحة فيبدلون بعض الأحرم كإبدال الحاء بالهاء في الحمد لله رب العالمين يقول ما حكم هذا الفعل؟ أول شيء ممنوع أنه ينيب في الصلاة إلا عن طريق شؤون المساجد يراجع شؤون المساجد شؤون المساجد تروح واحد يصلي بالمسجد نيابة عنه أو يروح بالشخص الذي هو يريد أن ينيبه وينظرون في صلاحيته بهواه بس لا يملك المسجد هو هذا إذا كان يأخذ مدة أما إذا كان وقت واحد أو فريضة واحدة الأمر سهل لكن لا بد يكون الإمام يتقن القراءة ما يكون يعني يغير بعض الحروف يغير بعض الحروف مثل لهجته يغير بعض الحروف لا لا يجوز نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر